أسرة إلا بالزواج اعلم أن في الزواج أجوراً أكثر من الزواج نفسه منه الولد الصالح من الثلاثة أشياء الثلاثة التي تبقى للمرء بعد موته ولد صالح يدعو له من أين يأتي الإنسان بولد صالح إلا بالزواج حتى الجماع شوفوا الفرق بين الجماع الشرعي وبين الزنا والنكاح والسفاح الزنا عذاب نفسي أمراض جسدية ضيق وهم عذاب الدنيا كلها تضيق على من يأتي الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا غير الإثم واللعنة والضرر في القبر ويوم القيامة وجهنم كل هذا لقضاء شهوة جنسية بالحرام لو حصلت بالحلال راحة نفسية سعادة دنيوية أجر حسنات ثم مآله عند الله عز وجل الأجر العظيم حتى لما قال النبي لأصحابه أن الرجل إذا جامع زوجته له فيها صدقة تحجب الصحابة أيأتي أحدنا شهوته يتلذذ مع زوجته وله فيها أجر قال أرأيت من وضعها في حرام أليس عليه وزر كذلك لو وضعها في حلال فإن له بها أجر من السنة أن يختار الإنسان لابنته الرجل الصالح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أي أول أول صفة من صفات الزوج التي نبحث عنها الزوج الصالح والمرأة التي نبحث عنها تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها هذه عادة الناس لكن أنت أيها المؤمن فاضفر بذات الدين تربت يدك سعيد بن المسيب أحد التابعين الأجلاء علماء التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله كان جالسا في مجلس علم فافتقد أحد تلاميذه فلما جاءه بعد يومين سأله أين كنت قال توفيت زوجتي توفيت زوجتي فحزنت عليها ما حضر مجلس العلم لأن زوجته ماتت قال فهل تزوجت غيرها فقال له لا ومن يزوج رجلا لا يملك إلا ثلاثة دراهم ما عندي إلا ثلاثة دراهم من يزوجني قال أنا أزوجك قال ماذا قال عندي بنت أتقبل بها بنت سعيد ابن أمير المؤمنين أرادها لنفسي ما رضي الوزراء والأمراء يخطبونها ويرفضهم فلما رأى شابا فقيرا صالحا من تلاميذه قال أنا أزوجك ابنتي ما صدق الرجل أنت تزوجني ابنتك يا إمام سعيد المسيب سيد قومه في العبادة والعلم كل شيء أربعين سنة أربعين سنة من البيت إلى المسجد ما ذهب إلى مكان ثاني تكبيرة الإحرام ما فاتته أربعين عاما قال أقبل فأشهد الناس وزوجه ابنته زوجه من ابنة سعيد ابن المسيب ذهب الرجل الفقير الشاب كان صائما إلى بيته قبل الإفطار جالس في البيت بيده كسرة خبز يب يفطر أزيت ما عنده أكل في البيت طرق الباب أحدهم قال الفقير الرجل الشاب الذي توفيت زوجته قال من في الباب قال سعيد قال وأي سعيد يعني كل سعيد يطلع في باله إلا سعيد ابن المسيب قال وأي سعيد قال ابن المسيب فتح الباب مباشرة قال يا سيدي ما الذي جاء بك الآن يعني ما يطلع من بيتنا المسجد ما الذي جاء بك أنا آتي إليك قال زوجتك ابنتي وما أردت أن تمكث ليلة بغير زوجه هذه زوجتك دفعها إلي فلما أدخلها إليه الرجل ما عرف ماذا يصنع أخفى الزيت والخبز ما عنده شيء أكله ذهب إلى أمه جاء بها فحلفت عليه أمه ألا يقربها ثلاثة أيام حتى تصلحها وتجهزها له زوج سعيد ابن المسيب سيد قومه ابنته لرجل صالح وترك الأمراء والوزراء ماذا فعل الرجل الصالح في مدين لما رأى موسى عليه السلام لم يكن نبيا ماذا قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتياتين على أن تأجرني ثمانية حجاجة موسى عليه السلام تزوج من الذي زوجه؟ أبو البنت هو الذي زوجه ابنته ابحث لابنتك عن الزوج الصالح ولا تقبل إلا بصاحب دين وخلق أنت أيتها الفتاة لا تبحث عن الوسيم أو الغني أو الثري ابحث أولا عن الرجل الصالح الذي يسعدك في الدين والدنيا صالح خلوق وكذلك في الفتاة لا تبحث فقط عن الجميلة عن الثرية عن الصغيرة ابحث أولا عن ذات دين تربت يدها كما وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل اسمه المبارك المبارك كان حارسا في مزرعة شوف القصة العجيبة المبارك كان حارسا في مزرعة يوم من الأيام صاحب المزرعة جاءه ضيوف فقال صاحب المزرعة للمبارك الحارس ايتنا بثمار فجاءه بثمار فاتضح أن أحامضة زعل صاحب المزرعة قال أحرشتني عند ضيوفي جئتني بثمار حامضة لما لم تأتيني بالحلوة قال وما أدراني ما الحلو من الحامض قال سنوات تعمل في المزرعة وما تعرف الحلو من الحامض قال والله ما ذقت ثمرة لأنني أعمل حارسا ولا يحل لي أن أذوق ثمرة بغير إذنك والله ما ذقت منها شيئا عجب الرجل فزوجه ابنته صاحب المزرعة زوج المبارك ابنته فأنجبت له رجلا طفلا اسمه عبد الله فصار عبد الله ابن المبارك ذلك الرجل الصالح الزواج فضل في ديننا فضيلة في شريعتنا يؤجر الإنسان بالزواج